موسيقى موسيقى أهلا بكم كان احتلال العراق عام 2003 واحدا من أبرز وأعظم ثمار التنسيق والتعاون الأمريكي الإيراني القديم والحديث في المنطقة والذي استمر وتصاعد لاحقا بعد انطلاق العملية السياسية الطائفية الفاسدة فكانت إيران أول دولة في المنطقة تعترف بهذه العملية بينما رئيسها أحمد نجاد أنذاك كان أول رئيس من خارج التحالف الأمريكي الذي يزور بغداد المحتلة بحراسة قوات الاحتلال الأمريكي خلال العشرين سنة الماضية فضحت أو فضحت العديد من خفايا هذا التعاون والكثير بقي أيضا مستورا ومخفيا حتى فضح أخيرا عبر جملة من التصريحات والمواقف الأمريكية والإيرانية على حد سوا وأخرى أطلقها زعماء الميليشيات وفرق الموت الخاصة حيث قال زعيم العصائب الخزعلي في لقاء متلفز أن الأمريكيين الذين يتعرضون للقصف في سوريا يردون بقصف قواعد عسكرية إيرانية فارغة هناك متحاشين قتل أي عنصر إيراني وكان أيضا الرئيس الأمريكي السابق ترامب قد كشف أن الإيرانيين اتصلوا به بعد قتله قاسم سليماني في مطار بغداد وأخبروا أنهم مضطرون للقيام بقصف شكلي واستعراضي للقواعد الأمريكية في العراق ردا على هذا القتل متعاهدين بعدم إلحاق أي أذن بأي أمريكية وما يؤكد تصريح ترامب أن كل القصف الذي كانت تقوم به الميليشيات ضد محيط السفارة الأمريكية في بغداد وبقية المصالح الأمريكية في العراق لم يسفر عن قتيل أمريكي واحد وهو ما أكده الخزعلي في لقائه المتلفز أيضا التنسيق والتعاون الأمريكي الإيراني في العراق وكذبة التصادم والاشتباك بينهما هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها عدة أسئلة هل بقي ثم تشك في حقيقة التخادم والتواطئ والانسجام الأمريكي الإيراني بعد احتلال العراق الذي حطم المنطقة وشرد شعوبها هلم تستفد إيران من احتلال العراق في مد نفوذها وتوسيع هيمنتها على المنطقة كلها وإطلاق مشروعها الطائفي الجهنمي وكيف نجحت أمريكا وإيران في خداع الرأي العام العربي في تلك الفترة بأنهما في حالة صدام وتنافر وليس انسجاما وتوافقا وهل الوضع في العراق كان يمكن أن يكون مختلفا لو لا الدعم الإيراني للاحتلال الأمريكي والعملية السياسية الفاسدة طيفات طاولة رافع الفلاحي ظافر الشمري اسمحوا لنا بضربكم ولن نوقع لكم قتلى يقول ترامب هذا ما طلبه الإيرانيون منا بعد أسابيع يجيب الخزعلي وكذلك الأمريكيون يقصفون مواقع فارغة حتى لا يقتلوا إيرانيا واحدا يقوم الأمريكيون برد ويكونون دقيقين في اختيار هذا الرد عندما يقومون بقصف معسكرات فارغة حتى لا يقتلوا إيرانيا واحدا وبين تصريحي ترامب والخزعلي خرجت تصريحات أخرى من مسؤولين إيرانيين وزعماء ميليشيات لتؤكد مجددا أن محور إيران هو محور ممازحة وليس ممانعة وخصوصا في هذه الفترة التي بقيت فيها المقاومة الفلسطينية وحيدة في مواجهة الاحتلال الصهيوني حتى إن مراقبين تساءلوا متى سينفذ المحور الإيراني وعوده بإزالة الكيان الصهيوني من الخارطة إن لم ينفذها الآن وبمناسبة الحديث عن إزالة الكيان يبدو أن خامنئي غير رأيه وغرد على موقع أكس أن إيران لم تقل أبدا إنها تريد إلقاء الصهاين بالبحر التخادم والتعاون الأمريكي الإيراني المخفي وراء قناع الصراع يعود إلى عشرات السنوات ففي الوقت الذي سمت فيه إيران أمريكا الشيطان الأكبر كان هذا الشيطان يزودها بأسلحة متطورة لتحارب بها العراق في الصفقة المعروفة بقضية إيران كونترا تبع ذلك حصار أمريكي خانق على العراق مقابلة هيئة النظام الإيراني ليكون الشريك الأهم لواشنط في احتلال العراق وتدميره ومن بعدها التغاضي عن نفوذ الميليشيات وتعاظم قوتها وكل ذلك تحت رعاية العين الأمريكية ولعل أمريكا أرادت بذلك مكافأة من أنشأوا هذه الميليشيات لأنهم تعاملوا مع الغزاة الأمريكيين كضيوف وذلك امتثالا لأوامر مراجعهم كما قال موفق الربيعي وإن كانت التصريحات غير فاضحة للتخادم الأمريكي الإيراني عند من يعتبر إيران معادية للمشروع الأمريكي فيكفي له أن يرى أن حلم الخميني بالتوسع والنفوذ في المنطقة ما كان ليتحقق لولا الحروب الأمريكية أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار والتي ستبحث في حقيقة التنسيق والتعاون الأمريكي الإيراني في المنطقة وحقيقة الاشتباك بين الدولتين ضيفاء طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الستوديو وسيكون معنا من سدني في استراليا الخبير في مجال مكافحة الإرهاب الأستاذ وافر الشمري أهلا وسهلا بأضيفين الكريمين حياكم الله ياكم الله عزيز أهلا وسهلا أستاذ وافر الدكتور حقيقة تصريح ترامب عن طلب إيراني أنهم مضطرون لقصف قواعد عسكرية في العراق بعد قتلهم لسليماني من دون أي أذى حديث الخزعلي المتلفز الجديد أن الأمريكيين حرصوا على عندما يقصفون قواعد عسكرية إيرانية تكون فارغة ليس فيها جنود هذه التصريحات أو المواقف كشفت مفضوحا أساسا في العلاقة الأمريكية الإيرانية أم كشفت مستورا ومخفيا لكن الآن يبدو اللعب صار على المكشوف بسم الله الرحمن الرحيم وحيييك أستاذ ماجد وحييي ضيفك الكريم الأخ الأستاذ ظافر الحقيقة تصريح ترامب ولا تصريح الخزعلي وأي تصريحات هي تأكيد لواقع معروف طوال عقود عديدة واقع الحال في العلاقة الأمريكية الإيرانية وحتى بالاتجاه الآخر الإسرائيلية واضحة جدا جدا ليس هناك من صراع وجود بينهم هناك صراعات للهيمنة ربما ممكن تفسيرها بهذا الشكل لكن هناك تخادم هناك أهداف تلتقي أهدافهم مع بعضهم تلتقي تطلعاتهم وخططهم للتوسع مع بعضهم هذا واقع الحال الحقيقة وأمريكا تستخدم إيران استخدمت إيران في كل المنطقة يعني استعملت إيران حتى لابتزاز المنطقة لفترات طويلة وأمريكا حرصت منذ الأربعينات القرن الماضي عندما تقلت بريطانيا إلى أمريكا عن قيادة إيران أو تبعية إيران لأمريكا كانت أمريكا ترعى واشنطن ترعى النظام الإيراني مهما كان شكل النظام عندما كان الشاه أو عندما جاء الخميني وهذا ما يسمونه النظام الإسلامي الذي جاء بعد عام 1979 حقيقة رعتهم رعاية كبيرة جدا جدا ولو قارننا العلاقة الأمريكية مع إيران بأي علاقة أخرى أو حتى العلاقة الإسرائيلية مع إيران بأي علاقة أخرى سنجد أن هناك بونا شاسعا ونأخذ مثال العراق يعني حتى في قضية النووي الآن المثارة الملف النووي الإيراني العراق عندما بدأ فقط بالتفكير في مشروع نووي في عام 81 بدون إشعارات وافقت أمريكا وأقدمت إسرائيل على قصف المفاعل النووي الذي سميه مفاعل تموز لكن إيران يعني تخصيب اليورانيا وتخصيب وصل إلى 60% لم تتحرك هناك تهديدات وكذب ولا محاولة أبدا لإحداث أي شيء هناك تهديدات و هناك أقاويل كثيرة و هناك وعود كثيرة لكن واقع الحال لا يشكل هذا وعموما حتى في الفترات العصيبة التي جرت بالحرب العراقية الإيرانية وجدنا أن إيران تتعاون مع إسرائيل وتعاونت مع أمريكا وكانت أمريكا حريصة على ذلك وربما في عام 86 زيارة مستشار الأمن القومي مكفرن إلى طهران السرية التي فضحت إيران غيت والصواريخ التي أعطوهم مياد تاو وهذه الثلاثة الصاروخ للطهمية أمريكا وهذه ما الكونترا كانت فضيحة لهذه العلاقة التخادم هذا وجاءت بعد ذلك الحرب يعني احتلال العراق واحتلال قبلها احتلال أفغانستان لتظهر مدى التعاون الأمريكي الإيراني التعاون أمريكا ما قدمته إيران لأمريكا في احتلال البلدين سنتحدث عن هذا التنسيق الإيراني الأمريكي الذي سبق احتلال العراق وبعد ذلك أيضا بعد احتلال العراق أستاذ ظافر نحن عندنا مساء الخير وعندك صواح الخير الصباح الخير عليكم مساء الخير عليكم إن شاء الله دائما أيامكم خير الحمد لله على السلامة التصريحات ترامب التي تحدثنا عنها آنفا تصريحات الخزعلي في لقاء المتلفز أن الأمريكان يقصفون قواعد عسكرية فارغة ويتحاشون قتل أي عسكري إيراني تعتقد أن مثل هذه التصريحات أو المواقف متعمدة مقصودة أم هي زلة لسان في حالة من اللاوعي السياسي الزهايمر السياسي إذا صح التوصيف مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم على الأخ الدكتور رافع وطاقمكم الكريم صاد ماجد حتى نفهم العلاقة نفهم تصريحات الخزعلي أو نفهم تصريحات ترامب بالبداية لازم نفهم استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الأخيرة اللي وضعها بايدن اللي طبعا كلها تتأثر ضمن إطار واحد أولا الدافع للعلاقات بين إيران والمولايات المتحدة هي تحكمها المصالح كما هو الحال في جميع الدول السياسة الولايات المتحدة تفضل إقامة مصالح على إقامة صراعات إلا إذا كان هناك تهديد جدي وخطير عندها تددخل نعم أنا لا أستثني وجود اتفاقيات سرية وخفية مثل ما اتفضلته نعم وأيضا مثل ما اتفضل أخي الدكتور رافع هو صراع سما صراع للهيمنة وصراع جيوسياسي تنافس جيوسياسي من أجل دافع واحد هو الاقتصاد استراتيجية الأمن القوم الأمريكي تحسب حساب إلى بناء شبكة من الدول الحليفة لها من أجل حماية مصالحها ومصالح هذه الشبكة إيران أين موقعها في هذه الصورة؟ بالنسبة للولايات المتحدة ما دام إيران لا تشكل أي تهديد جدي لا هي ولا ميليشيات اللي سماها المالكي أمة الجبنة وهم يعلمون جيدا أن هناك خطوطا لا يجب عليهم أن يتجاوزوها لذلك نرى أنا كتبت أيضا بتغريدة أن نتيجة نتيجة القصف تكون 22 كوات وبنشر تاير ويمكن قريتها التغريدة حضرتك أنتم تابعين فهذه المسائل الموجودة ومعروفة لا يوجد تهديد جديد حتى هو الخز علي في اللقاء قال الحقيقة هذا القصف الذي كان يجري ضد المصالح الأمريكية أو محيط السفارة لم يقتل أمريكيين واحدا بالضبط بالضبط هو قلت لك النتائج قصف أمة الجبناء هو تشين كوات اثنين وبنشر تاير وحجارة واقعة هذه هي يصوروها للإعلام وثم يعرضوها على إعلامهم وعلى جمهورهم من أجل أن يصدقوا أن هناك أنهم داخلين في مقاومة وبالحقيقة مثل ما سميتوها ممازحة أنا سميت يعني شقة أو مثل ما كتبت تحرشات يعني يقول لك من حبك لا شاك كومتها العراقي يقول من حبك لا شاك هناك جماعة متحابين متواددين ما دام أن أمريكا تحصل على ما تريده من العراق فوما دام أمة الجبناء يعني مجرد أبواق إعلامية مجرد بلانات لذلك لا يوجد فعلا عملية استخدام قوة عسكرية أكو يعني كيسنجر حدد الخطوط استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة وذكر بيها أنه إحنا عدنا طولة نفس ما دام الدبلوماسية تشتغل ما دام الردع يعمل ما دام مصالحنا لا تتضاء يعني لا يجد عليها تهديد جدي وهذا الواقع لا يجد تهديد جدي المصالح الأمريكية لا في العراق ولا في الشرق الأوسط ولا في يعني هذا كل الذي يصير هو في مصلحة أصلا في مصلحة الولايات المتحدة فقط أستاذ ظافر الحقيقة أيضا في نفس السياق لكن أيضا الأمريكيين وخلال الأسبوع الماضي أو العشرة أيام الحقيقة وجهوا ضربة موجعة للميليشيات في جرف الصخر الميليشيات اعترفت على مقتل تسعة هناك ضربة في أبو غريب قتل فيها أيضا قيادة من الميليشيات وهناك ضربات كانت في الثرثار والجريشي قريب الرمادي هذه ضربات أمريكية وجهت للميليشيات وكانت ضربات قاسية وموجعة في أي إطار يمكن توصيفها أو قراءة هذا القصف نحن مثل ما تحدثت قبل قليل أكو سياسة ردع أكو خطوط يجب أن لا تعبروها يعني هناك الرسائل تحاول إيران أن توصلها إلى الولايات المتحدة عن طريق ميليشيات تنأى يعني تنأى بالنفس عن هذا المجال هناك كانت استعدادات لإظهار إمكانية مهاجمة قواعد الأسد وحريض في العراق وليس في أماكن أخرى كان هناك تهديد أيضا تهديدات جدية للسعودية كان هناك تهديدات وهو ما حصل سابقا الولايات المتحدة تحاول أن تمنع قيامهم حتى للحصول على شيء إعلامي يعني الرسالة الأمريكية كانت واضحة أنه حتى إعلاميا لا يجب أن يكون لديكم هناك شيء إعلامي حتى تستفيدون من عنده ونحن نعرف أننا على أبواب انتخابات مجالس محافظات يروجوا لها بالتالي الموجود في غزة وما يحصل في غزة أو في جنوب لبنان يعني هي رسالة واضحة لأمة الجبناء أنكم نحن من نرسم لكم هذه خطة التصرف محاولاتكم هذه يوقفوها الآن إلى حال الانتهاء من غزة وحال الانتهاء من عمليات الانتخابات يعني رسالة واضحة أنه يجب نعم لأنه لا عليكم بأن تدخلوا أكثر من هذا الموضوع أشكرك دكتور رافع الحقيقة في العراق لم يبقى ثمة الشك أو ريب أو تردد في حقيقة هذا التخادم أو التواطو أو التنسيق أو الانسجام الأمريكي الإيراني خاصة بعد احتلال عراق توضح أكثر لكن الحقيقة الصورة خارج العراق ما زالت على غير ما يراه المراقبون والمحللون في العراق ما زال آخرون وعرب ينظرون على الميليشيات الموجودة في العراق والتابعة لإيران هي مقاومة إسلامية مقاومة ضد أمريكا مقاومة ضد إسرائيل ويقول طبعا الناشطون الحقيقة هذا شيء أو نوع من التزوير والتزيف وشهود زور عندما توصف الميليشيات التي أسسها القسم الأعظم أسسها نيكرو بونتي وأشرف على تدريبها جيمس ستيل وقاتلت مع الأمريكان قاتلت المقاومة الوطنية العراقية الآن توصف بأنها المقاومة الإسلامية ما مرض هذا التزيف أو عدم الضبابية أو عدم المعرفة بحقيقة هذه الميليشيات من عرب آخرين وليس من عراقيين الحقيقة أستاذ ماجز وحتى بالداخل العراقي طبيعة الإعلام طبيعة الإعلام هذه الميليشيات والقوى المدعومة من إيران تريد أن تصور أن القوى التي تحكم العراق قوى وطنية وقوى مناهضة للاستعمار وقوى مناهضة لأمريكا وشعار كلا كلا أمريكا كلا كلا إسرائيل ما أعرف منه هذه حقيقة وهذه كذبة الحقيقة ونحن فصائل مقاومة وفصائل مقاومة وطنية إسلامية هذه أيضا كذبة كبيرة لأنه بدليل حتى الخارج خارج العراق والداخل العراق علي من يسألوا أو يراجعوا التاريخ متى قاوموا هؤلاء متى كانت هذه المقاومة الاحتلال بدأ في تاريخ معلوم وجيش جيش الأمريكي دخل العراق في تاريخ معلوم وكيف غزى المدن العراقية ومن قاومه موضوع معروف لا يحتاج إلى شرح لا يحتاج يعني محاولة تزوير التاريخ هذه لن تجدي نفعا لأن الناس بعدها أحياء والناس تذكر وذاكرتها غير مثقوب ويعني ذاكرتها موتيفال ما يوقف بها شيء واضح القضية وكتب عنها الكثير والناس من يتحدثون عن هذا التاريخ موجودة وشهود موجودة فلا يمكن اعتبار هذه هذه الفصائل التي يدعونها مقاومة هي مقاومة ولمن قاوموا يعني هذه اللي أشار لها الأستاذ ظافر تشينكوات ومعرف من ويضربون هي هذه مقاومة يعني يعتبروها مقاومة هذه كذبة محاولة لتزييف الواقع حتى هذه الاستعراضية أو المضحكة الآن هذه في السنين الأخيرة في 2003 لا تشينكو ولا تاير ولا كل شي صار كذبة كبيرة وقضية مضحكة وثانيا أنت تشتم أمريكا هو من جاء بهذا كل هذه السلطة من جاء بالميليشيات من رعاها من وفر لها الحماية من ما زال يوفر لها الحماية والوجود والمشروعية إذا سمينا هذا الوضع مشروع من غير القوى الأمريكية والقوى الغربية هذا واقع الحال ولو لا أمريكا والهراء والأمريكية والسياسة الأمريكية هل كنت ستجد سفارات أجنبية وعربية مفتوحة في العراق مثلا هذه كذبة كبيرة وهم يعرفون هذا الحقيقة لذلك عندما تشتد الأمور وهذه الخطوط التي أشار ليها الأستاذ ظافر قال أنه يجب أن لا يتجاوزوا خطوط يهددونهم وتظهر السفير الأمريكية وغيرها يهددون السفير الأمريكي يهددون نقطع العلاقات معكم أو نحاربكم بالاقتصاد فيتراجعون الحقيقة لأن هناك نسبة هم يعتبرونها نسبة من خطأ أو نسبة من التجاوز محاولة إبداء عن تريات غير مطلوبة يحاولون في مرات يضربون صاروخ هنا وصاروخ هنا وبالتالي يعاقبون لكن وقع الحال يشير إلى أن من في الخارج يعتقدون أن هؤلاء مقاومة عليهم أن يسألوا نفسهم ما هو شكل هذه المقاومة وجاءت فرصة لإثبات أنهم مقاومة أو غير مقاومة مع غزة ماذا فعلوا؟ يعني هذه القوة التي تدعي مقاومة والتي كانت تتظاهر وتقول نحن نتوعد إسرائيل ونتوعد أمريكا بالعقاب ونحن قادرين ولدينا القوة ماذا فعلوا؟ يعني الآن جاوزنا شهرين أقل أقل من شهرين ربما نتجاوز لكن ما فعلته إسرائيل الكيان الصهيوني بغزة يفوق كل عقل من قتل وتدمير وذبح متى هي يعني متى تثور هذه القوة التي تعتبر نفسها مقاومة سواء حزب الله سواء الميليشيات التي في داخل العراق أو في سوريا متى ترد متى تبدي ما يثبت شعاراتهم ما يثبت أنها قوة وطنية قومية لديها فكر لديها تطلعات وحتى إيران وبالتالي كذبة كبيرة وتثبت الجواب قاله خامني حتى إسرائيل تهاجمنا في أراضينا عذا ذلك ندخل في حرف معها دعم أشكرك أستاذ ظافر ما هي الأهداف الستراتيجية التي حققها هذا التنسيق الانسجام الوئام الأمريكي الإيراني في المنطقة هذا التخادم تقديم الخدمات المتبادلة ما هي الأهداف استراتيجية لكل منهما التي تحققت أهداف استراتيجية لأمريكا وأهداف استراتيجية لإيران جراء هذا التنسيق أو الانسجام شكرا بالنسبة لسؤالكم عزيز أستاذ ماجد استراتيجية الأمن القومي كما ذكرت الأمريكي كما ذكرت أسبقا لسنة 2022 تحت إدارة بايدن أكدت على بناء شبكات اقتصادية وعسكرية ومصالح لإدارة الأموال والثروات في بلدان هذه الشبكات إسرائيل عفوا إيران نفعت هذا المخطط بعملية الدفع إلى تقارب هذه الدول أكثر وبالتالي منحت فرصة لإنجاح المشروع الأمريكي من خلال تهديداتها يعني تهديداتها للسعودية تهديداتها للإمارات تهديداتها حتى إلى الهند أو إلى الأردن أو إلى الدول العربية بصورة عامة وحتى علاقاتها مع تركيا غير سليمة وبالتالي أدت إلى إنجاح هذا المشروع الأمريكي وإقامة المؤتمر الأخير بين السعودية والهند وإسرائيل وفي عملية هذا الطريق أنا بس بالنسبة أحب أعرج على نقطة واحدة ذكرتوها مع الأخ الدكتور رافع مسألة المقاومة الإسلامية والمقاومة الإسلامية يعني أنا إنسان لبرالي وأؤمن وأعلم ومن خلال بحوتي أن كل عمليات ما يسمى بالمقاومة الإسلامية هي صناعة غربية 100% سواء كانت شيعية أو سواء كانت سنية يعني هذا رأيي يمكن ناس كثير تتفق أو ناس كثير تعارض أو ممكن تختلف أو تسب أو تشتم أو تمدع لكن أنا هذا رأيي بالموضوع وهذه بالنتيجة هي من عملت وساعدت على ما يحصل الآن واضح خلينا أستعدم منك لأن الفاصل يضغط علينا أستعدم منك ومن دكتور رافع ومن المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود يكمل النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار مع ضيفيها الدكتور رافع الفلاحي والأستاذ ظافر الشمري بعد الضافر الشمري بعد الفاصل عائدون القو معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في العراق حدثت جريمة كبيرة بحق الإنسانية ضد القوانين الدولية وعلى الرغم من ذلك تم إغلاق الملف ألوهم ألوهم هارول 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 آما و Vadكم grajne طبع همومو مخيم ما حيوانات بس حنا بشرين قاعدين به اللي لا hakiu حكومة علاقية Icewind وهناك من ذهب باتجاه بغداد وأغلقت في وجهه أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار تبحث هذه الحلقة في عملية أو التنسيق والانسجام والتعاون الأمريكي الإيراني في المنطقة ضيفاء الطاولة دكتور راف الفلاحي والأستاذ ظافر الشمري أستاذ ظافر استكمالا للنقطة التي بديت بها قبل الفاصل تفضل نعم مثل ما ذكرت أنه العمليات في استراتيجية التي تحققت أمريكيا وإيرانيا أمريكا وإيرانيا يعني القاعدة داعش الميليشيات الحرس التوري حتى حماس أنا بالنسبة لي يعني هذه وجهة نظري كل هذه أدوات شاركت في تهيئة الأجواء للسيطرة الأمريكية يعني عدم نمطية التفكير الذي لازلنا نستخدمها وفق الصورة الدهنية المترسخة في عقولنا على مدى أكثر من مئة عام لا تزال هي التي تحركنا وبالتالي نفشل في المواجهات ونخسر الحرب يعني الآن الميليشيات وقادتها مستفيدين جدا من الوضع الحالي فهل يا ترى هؤلاء لديهم استعداد لخسارة مناصبهم والأموال التي جنوها وشبكات الجريمة المنظمة التي تعمل تحت إدارتهم إعلاميا سياسيا اقتصاديا أسه هم يقولون أستاذ ظافر كلهم يقولون إنما نحن مشاريع استشهادية هذا مشاريع استشهادية حتى يقشبرون هذول اللي بالشارع ويجيبوهم أن نسبة البطالة عندنا أكثر من 45% من الشعب العراقي حيش تحت مستوى خط الفقر يعني هناك عندنا أكثر من 40% 50% من الخريجيين لا يجدون عملا أصلا يعني هذا دعك عن نسبة البطالة نسبة البطالة بالعراق مرتفعة جدا تزيد عن عن الأربعين بالمئة هؤلاء الناس يعني نسبة البطالة بهذا الشكل هذا وين يروح يعني هذا رح يصير بذرة جاهزة لتكون ميليشيات مشاريع استشهادية الفقراء هم الذين يكونون هذه البيادق في هذه المشاريع أما من يتربع على كرسي وهو جاء من الشارع أو جاء من حفرة أو جاء من مجاري وحمايات وأموال وقصور هل تعتقد يا عزيزي أستاذ مواجد أو هل تعتقد يا عزيزي المشاهد أن هؤلاء على استعداد بتضحية بالأموال التي يمتأو بأموالهم وأبنائهم ومشاريعهم يعني إحنا دعنا نشوف ما شاء الله صراعة السياسية تكشف كل يوم عمليات الفساد داخل العراق المهولة جدا يعني مئات المليارات من الدولارات وعندما تفض الشعب العراقي في تشرين الفين وتساطعش على هذه المنظومة الفاسدة ماذا حصل؟ قتلوه هل وفروا له خدمات ما يفعله مثلا تفعل حكومة السوداني اليوم هي مجرد أداة لتحسين صورة الميليشيات لكن لم يسمح لها لهذه الحكومة لأن الميليشيات تريد أن تنهب تريد أن تبقى تريد أن تبقى مسيطرة على الوضع الأمني والسياسي والعلاقات الخارجية للعراق وأيضا طبعا الأهم هو المحرك الرئيسي الاقتصاد دكتور رافح هناك من يقول من الناشطين والمراقبين أن الحقيقة إيران قدمت لي الاحتلال في خدمتين جليلتين الأولى عسكرية عندما أشرفت شكلت ميليشيات ضربت المقاومة وضربت حواظنها الشعبية هذه خدمة أولى والخدمة الثانية أيضا أن الماكنة الإعلامية لإيران ولميليشيات والماكنة الإعلامية أيضا الغربية خدمت يعني الاحتلال بأن شيطنت المقاومة شوه السمعة المقاومة صورت المقاومة الموجودة في العراق على أنها إرهاب بحت إرهاب محب فعلا هاتان خدمتان قدمتا لأمريكا من إيران تشكر عليهم المفروض أمريكا تشكرهم عليهم الحقيقة السيد لا أجد أكثر من خدمة أكثر من هذه الخدمات لكن دعني أقول لك أن العلاقات التخادم أو العلاقات التي تربط أمريكا وإيران قديمة نعم لكن دعنا نتحدث عن الفترة التي عقبت دعش سبتمبر 2001 هذه كانت يعني محطة فاصلة في هذه العلاقة إيران طرحت نفسها وهذا واقع الحال طرحت نفسها مقابل طرح آخر موجود هي أيضا أفصحت عنه طرحت نفسها لأنها أيديولوجيا وفكريا ونفسيا متقبلة لكل ما يحدث في العالم في العالم وتساعد أمريكا في الانتقام في نشر سياساتها في هيمنتها مقابل أن تقدم لها أمريكا خدمات أيضا وتسمح لها تحت هذا الغطاء أن تنفذ أهدافها وتطلعاتها وذلك تلاقت الأهداف عندما نقوله تلاقت التطلعات تلاقت هذه في أمريكا على الأقل في منطقتنا أمريكا وإيران في هذا الاتجاه دعني أقول لك أنه ربما وهذا واقع الحال أمريكا تنظر إلى العالم العربي وأيران رسخت هذا الموضوع أنه هناك أيديولوجية فكرية إسلامية وسنية بين هلالين تدعو إلى ما يشبه مقاطعة أمريكا والوقوف ضد أمريكا وهناك بين هلالين رؤية شيعية عقائدية تقبل بهذا الوضع هذا واقع الحال لذلك أمريكا قبلت بالتعاون بهذا الشكل بهذا الوضع وساعدتها إيران في اطلال أفغانستان والعراق تحت هذا الشعار وتلاقت الأهداف والأهداف فيما يخص العراق كانت هي ضعاف العراق والأمريكا عبرت كل هذه المناطق لماذا؟ من أجل الديمقراطية والحرية وسلاح ماذا شنو سلاح الدمار الشامل هذه كذبة كبيرة وبعدين هم اعترفوا بيها هم تدمير العراق جاء العراق فاقد لقوته قدرته هذا العراق الذي يكون حالة من القوة والقدرة على على إحداث شيء في المنطقة ينتهي وانتهى الحقيقة وإيران كانت لديها وما زال لديها نفس الهدف أن يكون العراق ضعيفة اللي كي تتمدد وتستطيع أن تتغول وتنفذ مشروعها تحت المظلة الأمريكية بموافقة أمريكية لأن الفكر أو العقيدة التي تتحرك بها تتوافق معها أمريكا لذلك عادت للعراق الآن أمريكا عادت انتهى يعني ما سمي في وقتها بتأميم النفوط وعادت الشركات الأمريكية التوتال والشيل وغيرها وغيرها وسيطرت على النفوط وأخذت حصاصة من النفوط وانتهت تحت الرعاية الإيرانية وتحت موافقة إيران التي تدعي أن أمريكا هي الشيطان الأكبر ويجب محاربته لا يمكن لمحاربة الشيطان الأكبر وأنت في نفس الوقت توجه ميليشياتك وقواتك وأحزابك لكي توافق على المشروع الأمريكي وأولها العملية السياسية هي التي دعت القوى الإيرانية أو القوى الحزبية التي جاءت ودخلت العراق إلى أن تقبل بالعملية السياسية وتقبل بالانتخابات وتقبل بالدستور وهي تعرف أن الدستور أمريكا التي وضعته العملية السياسية أمريكا التي وضعته وكل هذا التكوين هذا الإطار أمريكا التي وضعته يقول لولا خامني قبل يومين يقول لولا المقاومة في العراق لكانت أمريكا قد ابتلعت العراق بالكامل أي مقاومة هو يقصد المقاومة يعني ربحهم ما دمنا قد أتينا على المقاومة أنا يعني ربما أفهم ما قاله الأستاذ ظافر الحقيقة قال أنا يعني أرى أن المقاومة الإسلامية هل ليه وجهة نظر تحجليه أنا أفهمها هذا الموضوع لكن في نفس الوقت المقاومة مشروعة أي إنسان يقاوم أي شيء يضر يؤذي وفي العقيدة الإسلامية هناك الجهاد وهناك مقاومة المحتل ومقاومة الغريب ومقاومة من يريد أن يؤذيك وهذا موجود ومن قاوموا الاحتلال الأمريكي في العراق فصائل إسلامية فصائل عروبية فصائل عراقية ووطنية قاومت بدافع إسلامي لا يمكن أن ننكار هذا الموضوع ولا يمكن أن نجيره تجيراً أديولوجياً لاتجاه آخر أو انتماء آخر هذا واقع أما الآن يعني يجيب واحد اسمه مناحيم وتسميه محمد يعني تغير هو يسمي نفسه محمد الآن تغير توجهات الداخلية لا مثلما ارتدت إيران لباس الإسلام لكي تسوق سياساتها هذا نفس القضية مثل مناحيم النظام الإيراني تقصد النظام الإيراني نعم النظام الإيراني مثلما ارتدت لباس لا لا النظام الإيراني مثلما ارتده لباس الإسلام وارتده العباية والعمامة وقالوا أننا مسلمين ونحن ضد الشيطان الأكبر هذا مثل المناحيم يسمي نفسه محمد وهو يتجسس عليك في بيتك وهذا يصلنا إلى السؤال التالي اسمح لي أستاذ ظافر الحقيقة هناك من يسأل كيف نجح الأمريكيون والإيرانيون في خداع الرأي العام في المنطقة العربي والإسلامي في أنهما في حالة تصادم في حالة اشتباك في حالة مواجهة وليس انسجام وتعاون كالذي جرى في العراق والحقيقة ما زال جزء من الرأي العام العربي ما زال الحقيقة مخدوعا بأنه إيران تواجه أمريكا وهناك أذى على إيران عقوبات وغير عقوبات هو بسبب مواقفها المبدئية من قضايا عربية وإسلامية مبدئية في مقدمتها فلسطين هذا الخداع كيف عمر كل هذه السنين يعني الشعب الإيراني هو المتضرر من هذا الموضوع وليس النظام الإيراني كما عشنا إحنا في العراق من الحصار الذي تضرر هو الشعب بالنتيجة وليس النظام وليس أدوات النظام دائما الأنظمة تحمي نفسها قبل أن تحمي البلد قبل أن تحمي الشعب تنظر إلى مصالحها قبل أن تنظر هذه الأنظمة الدكتاتورية القمعية التي تنهج هذا النهج هل أن هناك تعاون أمري كيف استطاعت أن تصل أو تقنع الرأي العام العالمي الشعارات هذه الفضفاضة أنت شون تسيطر على على عقل الإنسان أنا إنسان عراقي المفروض أنطلق من عراقيتي مو أنطلق من مذهبي ما أنطلق من قوميتي نعم أنا أعتز بالمذهب أعتز بالقومية أعتز بهذا لكن مصلحة بلدي تأتي قبل كل شيء الآن بعض الناس يقولون إحنا يجب أن يكون لدينا عمق يجب أن لا يكون لدينا حضن هذا بحث آخر إحنا أنطلق أنا أنطلق من منطلق عراقي بحث الأولوية لشعبي الأولوية لبلدي لذلك أي نظام سياسي أو أي حزب سياسي أو أي جماعة ترفع شعارات التقديس والمقدس والإسلام والعروبة من وجهة نظري لا تفهم فيما يدور في العالم حولها وهي تفهم بالضبط ما يريد يعني كيف تسيطر على الشعب لكن هل هل أنها تبني فعلا مجد لنفسها رأينا أن مثل هذه الأنطبة تنتهي عاجلا أم آجلا حتى بس السؤال ترحنا بدقائق لخيرة كيف خدع الأمريكيون والإيرانيون الرأي العام في المنطقة أنهم في حالة اشتباك ومواجهة لا توجد حالة مواجهة اشتباك يعني لا زال الرأي العام أستاذ أستاذ أفر لا زال قسم من الرأي العام العربي والحقيقة ليس على مستوى النخبة على مستوى النخبة يعتقد أنه إيران في مواجهة أمريكا والمشروع الصهيوني والمشروع الإمبريالي لأنه إيران تستخدم الشعارات الإسلامية وتستخدم الشعارات التحرير وتستخدم هذا لذلك هم مقتنعين لكنهم لا يفهمون أن إيران تعمل من أجل مصلحة نظامها هي وجودها هي يعني ما دامت لا تشكل خطرا على الولايات المتحدة الولايات المتحدة نفس الشيء ترفع شعارات الديمقراطية ومساعدة الدول في النمو وبالتالي نحن نرى العراق العراق أصبح لا يمكن لإنسان حر أن يتقبل العيش فيه هناك الأحرار مجبورون يعني على العيش فيه معارضين لما هو موجود أمريكا ترفع شعارات الديمقراطية إيران ترفع شعارات الإسلام وكذلك بقية الكثير من الدول العربية أيضا تستخدم شعارات القومية أو الإسلام أو أنا لا أفرق بين من يحابي هذا على هذا أنا عندي أولا أن يكون العراق أنسى مذهبي في بيتي وأنسى قوميتي في بيتي وعندما أخرج ليحلل وأنظر إلى الوضع أنظر إليه من منطلق عراقي بحت لا يميل نحو أي جهة أخرى لأنه إذا أخذت معي ستكون هناك ردود أفعال من الآخرين وبالتالي أكون أنا نفذت الأجندة المطلوبة مني إيرانيا وأمريكيا في تدمير شعبي وبالتالي مستقبل أبنائي لذلك أنا أدعو مرة ومرة ومرة إلى تغيير هذه نمط التصرف نمط التفكير هذا الذي لم يقدنا إلا إلى دمار بلدنا يعني يجب أن نعمل معا لتحطيم هذا المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي الذي يحاول أن يصور لنا هذا الصراع وهذا من أجل مصلحتنا ومن أجل بلدنا ومستقبل أجياننا وهو طبعا أنا ضد هذه الرؤية نعم دكتور أقد أن الوضع في العراق كان يمكن أن يكون مختلفا بغير هذا المشهد لو لا دخول إيران مؤازرا وداعما للمشروع الأمريكي ولعمليته السياسية التي كان لها حبلا سريا ثانيا أمريكيا وإيرانيا لو لا دخول إيران لكان الوضع مختلف تماما ربما هناك من يقول لما بقي الأمريكيون في العراق لما نجح لما استمر المشروع السياسي لكن الحقيقة كان التدخل الإيراني كان رافعة ومنقذ ومنعش لهذا المشروع الذي طبعا يعني ترنح في البداية نعم هذا واقع حال حقيقة لكن من الملانبي نعم ملانبي الشعب العراقي كله سنة وشيعة وكردا وعربا هم مسيحيين كل الشعب العراقي هو الملانبي لأنه هو قبل التغول الإيراني قبل بالاحتلال الأمريكي بهذه الطريقة الفجة قسم من عند قاوم قسم رفض قسم اقتنع بهذه الفتوى قسم ما عرف منه هذه هذه الحالة لكن عندما تكشفت الأمور وفضحت الشعب العراقي الحقيقة وقف ضد إيران والهتافات موجودة ضد إيران وأحرق مقرات الميليشيات والحزاب الطائفية نعم لكن في هذه الوقت هذه مرت سنوات كثيرة هناك سلطة تأسست وهذه السلطة من الزنة والشيعة وأكراد ومعرف منه هؤلاء استفادوا وما زالوا يستفيدون من هذا الوضع وشكلوا عملية تخدمها إيران وتخدمها أمريكا وتخدمها الغرب لأنه هي المطلوبة أن تبقى لأنه في بقاء هذه بقاء العراق ضعيفا ومشتتا وشعبا وممزق وهناك تناحرات بين سني وشيع وكردي وعربي ونسوا وطنيتهم ونسوا انتماءهم إلى بلدهم العراق هذه الفكرة هذه الفكرة هي التي جعلت إيران تتغول وإيران لديها قوى تتحكم والبندقية الإيرانية قادرة أن تقتل وقادرة أن تصيب أحد ودعني أقول لك لو ثورة تشرين مثلا هذه التي حدثت في عام 2017 لو كان الشعب العراقي كلها وراء هذه الثورة هل استطاعت هذه الميليشيات هل كانت ستستطيع هذه الميليشيات من قتل هذه الثورة ومواجهة تقتل ألف شاب من الشباب الحلوين ذول أبنائنا وجرح 30 ألف لو كان الشعب كل واقف معهم سنة وشيعة وقرادا ما استطاعوا لكان النظام كل انقلب وانتهت ولا أمريكا ولا غير أمريكا أمريكا لم تستطيع نعم أمريكا لديها قوة كبيرة ولديها قوة الاحتل تدخل العراق ودخلت العراق لكن هل تستطيع أن تثبت على الأرض وتحتل العراق لسنوات طويلة لو كان الشعب كله يقاوم لو كان الشعب كله رافض لا الحقيقة إيران تغولت بفضل وجود قوة سندتها وهذه القوة ليست فقط شيعية هذه القوة أيضا سنية يعني يعني سنة العملية السياسية جزء من هذا المشروع وأقصد القوة الأحزاب هذه والقوة التي تدعي أنها سياسية وتدعي أنها تحكم وتدعي أنها تطور البلد وعشرين سنة من الخراب والدمار وهذه كل جزء من رعاية هذا المشروع المشروع الاحتلالي الذي دمر العراق وضعف العراق وإيران تتحمل جزء كبير من حماية هذا المشروع لأنه في هذا المشروع انهاض لمشروعها وتكمله لمشروعها التي تريدها هي تدافع عن نظام عن شكل نظام بالأول والأخير أنت تتحدث عن مشروع إيراني وهم من حقهم أن يفعلوا مشروع ويدافعوا عنه لكن إحنا من حقنا أن نرفض هذا المشروع وأنه ندافع عن وطنيتنا وندافع عن أوطاننا هل دافعنا هل وقفنا كنا ضد هذا المشروع هو هذا السؤال أستاذ ضافر هذا التنسيق الإيراني التعاون الإيراني سيبقى مستداما وقائما ما دام يحقق مصالح البلدين أمريكا وإيران ويعزز أو يحافظ على نفوذهما في المنطقة حتى ولو جاء هذا التنسيق على حساب العراق المزيد من الركام المزيد من الخراب المزيد من نهب مقدرات الدولة وتحطيم شعبه أكيد الأمريكا في بداية عودة بايدن إلى الحكم أول ما فعله هو استيناف المفاوضات مع إيران يعني هناك رغبة أيضا حتى لمنح إيران مستوى من الطاقة النووية يعني الولايات المتحدة مستعدة أن تعمل مع النظام مع الشيطان الشيطان الأكبر مستعد أن يعمل مع الشيطان الأصغر والشيطان الأصغر مستعدة أن يعمل مع الشيطان الأكبر مدامة المصالح قائمة مدامة التقاسم النفوذ قائم مدام مدام كلاهما فاهم للعبة السياسية نحن سنبقى ضحية هذا الصراع إذا لم نخلع العباء التي الغير عراقية حتى التي قد يرفعها البعض شعاراً من أجل سواء البعض يقاوم إيران والبعض يقاوم أمريكا من خلال شعارات غير عراقية يكون منطلقنا عراقياً بحتاً ليس من أجل جهة معينة قومية أو حزبية أو مذهبية مثل ما تفضل أخير الأستاذ رافع اللوم يقع على كل من ساهم في إنجاح هذا المشروع بسكوتي أو برفع شعارات قومية أو مذهبية أو عرقية وهذا رأيه شكراً شكراً جزيلاً في اختام هذه الحلقة لم يتبقى إلا أن نشكر ضيفيها وهم كلهم من الدكتور رافع الفلاحي وطبعاً الشكر مضاعف للأستاذ ظافر الشمري لوجوده معنا وقت الفجر هو الآن عنده وقت الفجر شكراً جزيلاً حتى نتقي إن شاء الله بك في حلقات قادمة شكراً بشاهدين الكرام إلى أن نتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة